بعد تسعة أيام من التوقيف في مخفر حبيش خرج فايز ياسين ناقما على الحراك الشعبي الذي كان جزءا منه خيبت آماله بعدما تخلى محامو الحراك عنه منذ إحالته على المحكمة العسكرية واستثمرت أخبار تعرضه للضرب لدى قوى الأمن لتجيش الشارع أنا اللي بتفاجأ فيه أنه ولا محامي يتوجه لعندي حكيني أو حتى يمكن صبرني أو أعطاني أمل كانوا أهلي بس لعم يعطوني أمل أنا لا ما كانت عم نضرب بالعكس كانت المعاملة كتير منيحة وقالولي بالمخفر إنه إذا حاف فازت عهدوك وما تصرفت أي شيء غلط أوكي بيكون المعاملة كتير منيحة بس اللي صار معي الإشياء اللي صارت معي إنه كرايز أعصاب جوه لأنه كنت مضغوط من القعدة جوه ورطوبة صديقي خلدون جابر بيدعي عمزاهرة باسم أهلي بس أنا إنه أوكي بعرف هالشي كرمالي عم يصير وهالقصص كلها كرمالي عم تصير بس مش إنه باسم أهلي لأنه أهلي ما عارفنين الأمور بالضبط شو عم تصير ما فيك تدعي باسمهم بعدين أهلي مش صغار لأنهن ما يضعوا وبدأ أشكر المحامة رامع اللي هو ساعدني لأظهر ويمكن لو ما هو أنا بعدني لهلق هونيك اللي شغل اللي أنا اتأكدت منه من بعد ما أنا صار مع ابني إنه أبني كان ممكن يطلع من الثلاثة والشباب اللي كانوا معه بس في شي عم بيصير عم بيكون ضدهم إنهن يطلعوا وهو من طريقة التعبير اللي كانت بالشارع لا لهم كانت مش لمصلحتهم كانت لهم ضدهم فايز الذي وجد ضلته في الحراك السابقا لحد الإضراب عن الطعام 13 يوما يعلن اليوم الانفصال عنه بالنسبة إليه كانت هاجم على والدته أمام المحكمة العسكرية كافيا لتعريات الصورة عم بيحاولوا يعملوا لأبني يستغلوه يستغلوه بقضيتهم في قضايا بيقدروا يقوموا بيهم لا لا إصحاب تريد إصحاب تريد إصحاب تريد إصحاب تريد إصحاب تريد إصحاب تريد وهو أحرار وما حدا أنت ضغط علينا أنا نازل كمان مبادئ أنا كأنا كلبناني كأنا مطالبة كأنا إنه الشي لبديها ببلدي وعتبرت حالي انفصلت لأنه إذا تجاه أهلي ما كان هالشي منيح كيف تجاهي أنا؟ يعني أنا أهلي كانوا بوجهم وصار تصرفوا والتصرف معهم بل ما يتفهموا غضب الأهل على ابنهم طب أنا جوه شو كان عم ينحكي علي ما كنت عارفين شيء أما والدته التي نزلت ككثيرين إلى الشارع السابقا ترفض العودة إليه اليوم خالي إبنك يرجعي أكيد لا أكيد لا أنا مش ضد ينزل كل واحد مقلوم ولما نزل هو نزل من أهره مثل هالشباب بس مش لتابع لأي إنسان نحن تعودنا بالبنان حتى المظلوم لما بدون ينزل يعبر يكون فيه مين عم يستغل تعبيره فايز اليوم يبحث عن مستقبل أفضل بعد أن أوصدت كل الأبواب في وجهه من أمن عام وجمارك على الرغم من نجاحه في الامتحانات كما تقول والدته أين سيجده لا أحد يعرف لكن ما بات أكيدا أنه لن يكون في الحراك الشعبي في المقابل وعلى عكس روايته يؤكد أحد محامي الحراك وصف حركة للأوتيفي أن الحراك قام بواجباته كاملة حيال لا فايز ولو أن المحامين تخلوا عنه لما خرج مع اثنين وبقي وارف سليمان وبيارح الشيش موقفين متسائلا عن الجهة التي تقوم بالتحريض بهدف ضرب الحراك